مراجعة لنظام حصص إنتاج الحليب بالاتحاد الأوروبي شهر أفريل القادم للنظر في إمكانية إلغاء هذا القانون الذي يحدد حصة الإنتاج في كل دولة حسب ما أكدته بعض التقارير الأوروبية ما سيسمح برفع نسبة الإنتاج وإنخفاض الأسعار في السوق الدولية الجزائر وبصفتها أكبر المستوردين لمدة الحليب من أوروبا ستتأثر منطقياً من إلغاء نظام حصص إنتاج الحليب بالاتحاد الأوروبي إذ من المتوقع أن تنخفض فتورة الاستيراد تدريجياً انطلاقاً من شهر أفريل المقبل تاريخ مراجعة النظام بالمنظمة الأوروبية للإنتاج الحيواني بعد أكثر من ثلاثين عاماً من سن هذا القانون وتظل الجزائر من بين البلدان الإفريقية الأكثر استيراداً لمسحوق الحليب التي عرفت سنة 2014 مستوى قياسياً إذ استوردت خلال 11 شهراً من السنة الماضية أكثر من ثلاثمائة وسبعين ألف طن مقابل مائتين وست وخمسين ألف طن في سنة 2013 وهو ما يؤكد زيادة قيمة الواردات كماً وقيمة تجدر الإشارة إلى أن الجزائر عاجزة عن تلبية حاجيتها من الحليب حيث يقدر حجم سوق استهلاك الحليب ما بين 4.5 و5 مليار لتر بينما يضمن الإنتاج المحلي حوالي 3 ملايين لتر فقط في انتظار إلغاء نظام حصص الإنتاج بالاتحاد الأوروبي المورد رقم واحد للجزائر من هذه المادة الأساسية ترجمة نانسي قنقر